اشتركوا في القناة وانت شيخ عجوز قال الشيخ الكبار يغرسون الأشدار والصغار يأكلون الثمار وقد غرس الناس قبلي فأكلت وأنا الآن أغرس ليأكل الآخرون من غرسي ماذا كان يفعل الشيخ الكبير يغرس شجرة يغرس شجرة هل توافق الصبي الصغير فيما قاله ولماذا لا فيجب علينا أن نسعى في هذه الحياة لو كنت مكان الصبي ماذا ستفعل سأقوم بمساعدة الشيخ الكبير أضع عنوان مناسب للقصة الشجرة والشيخ الكبير أو أي عنوان يكتبه الطالب أكتب مفرد الكلمات التالية الصغار صغير الثمر ثمرة الآخرون آخر الأشجار شجرة ننتقل الآن في الصبحة اللي بعدها ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وخطأ أمام العبارة الخاطية تأثر الشيخ من كلام الصبي لا أكتب أربع من فوال التي يجنيها الشخص من غرس الشجرة طبعا يستضل بها الناس كذلك يأكلون منه وأيضا الحيوانات تأكل من هذه الثمار والإنسان يأكل من هذه الثمار وكذلك نحصل على هواء نقي أو أي شيء يكتبه الطالب وكذا انتهينا من فهم المقرو أتمنى أن نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الثاني لتعم الفائدة وكذلك الاشتراك في القناة ووضع لايك لهذا الفيديو وشكرا لكم